زيت الزيتون بالنسبة للجزائريين أكثر ما يختصر في محصول موسمين يزين موائدهم ومطابخهم فهو موروث وتقليد يؤرخ لحقبة تاريخية وحضارية تقاسمها الجزائريون مع شعوب البحر المتوسط محصول فلاحي يواجه كوابح ضمن مسار تحقيق نهضة زراعته رغم تسجيل نمو طفيف وتدريجي في إنتاج البلاد خلال السنوات الماضية منتقلا من تسعين ألف طن إلى مائة وعشرين ألف طن سنة 2021 الإحصائيات التي تقول مرانا في حوالي مائة ألف طن لكن كان تقرير تعمل هذا العام بالنسبة لأتحاد الأوروبي مع البيزارة لإسترابورت على الكونصومات يخرج حوالي 6 لتر المواطن في السنة هذا يعطينا 270 ألف طن هذا بالنسبة للإستهلاك يزيد له زائد الذي يقعد في السطوك يعطينا حوالي 300 ألف طن ارتفاع طفيف مكن من رفع حصة البلاد من الإنتاج العالمي لتصل إلى 2.6% ما يجعل الجزائر رابع أكبر منتج لزيت الزيتون عربيا في وقت استهلك الجزائريون أزياد من 86 ألف طن من نفس المادة مع توقعات بتراجعه إلى 84 ألف طن بنهاية العام الحالي أرقام تجعل من الجزائر ثامنة أكبر مستهلك لزيت الزيتون عالميا بحصة تناهز 3% من إجمالي الاستهلاك العالمي حصة مرشحة للتراجع على خلفية تكهنات خفاض الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره بنهاية السنة الجارية توقعات متشائمة رغم التوسع الملفت في المساحات المزروعة بأشجار زيتون التي قاربت نصف مليون هكتار في 2020 لمقابل 168 ألف هكتار في مطلع الألفية بزيادة تجاوزت 160% في ضرف عقدين طفرة في المساحة لم يكن لها التأثير الواضح في صادرات البلاد من زيت الزيتون رغم ارتفاعها من 160 ألف دولار في 2016 إلى 14 مليون دولار في ختام 2019